تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأطحى خاصة مع تعدد عادات المواطنين في الاحتفال بأيام العيد حديقة الجزيرة تعدى واحدة من أفضل الأماكن الجذابة للمواطنين حيث تتمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك تستمر الحضائق في استقبال المواطنين ومن بينها حديقة الجزيرة والتي فتحت أبوابها أمام الزائرين للتمتع بنهر النيل والمساحات الخضراء من أجل الاحتفال بالعيد في قلب القاهرة حديقة الجزيرة تتميز بأنها حوالها فنادق ومزيتها الأكثر أن المراكب النزة بتيجي أخر النهار الاستقبال بتاع الجزيرة جمهور الجزيرة أكثر بأخر النهار ليه؟ لأن الجو بيبقى رائع جدا جدا مع غروب الشمس طبعا عندنا مطاعم عندنا كافاتيريا عندنا ملاهي على أعلى مستوى وبنستعده طبعا قبل العيد بردك بنستعد للملاهي بالصيانة والتجديد وبنضيف يعني ممكن نضيف ألعاب جديدة حديقة الجزيرة تعد واحة نيلية تطل على نهر النيل مباشرة وتمتد من كبر قصر النيل حتى كبر 15 مايو وبها العديد من الخدمات فضلا عن المساحات الخضراء حبينا ان احنا نروح مكانك وفي ورد وفي زرع في بحر يعني الجو بيبقى هوا أكتر كمان حبينا ان احنا نخرج في العيد كل سنتين ثلاثة فجيهة لأنها جو كويس وهدوء وممش مشاكل وبيل عن ضغط النفس شوية الحديقة حلوة وعقبتني والله والعيد بصراحة في الحديقة عيد يعني ما فيش غيره والله عيد حلوة وأنا والله مستمتع في الحديقة هنا والعيد هنا في الحديقة عيد حلوة بالصراحة الحديقة جميلة اوي والله حقبتني اوي والعيد في مصر كله حلوة النيل جميل وحدايق حلوة والمراكب جميلة اوي والله بالحقيقة يعني انا سمعت عنها كتير في هذه الحديقة وقلت لازم لازم اجي وازور الحديقة وسمحت للفرصة دلوقت في تاني يوم في عيد الاطحى دلوقت انا في الحديقة ورأيت مناظر خلابة ومناظر جميلة اوي حضائق القاهرة شهدت استعدادات لاستقبال المواطنين طوال ايام العيد وذلك من خلال اجراء اعمال الصيانة وتنظيم دخول وخروج المواطنين من الابواب مع الحفاظ على تطبيق الاجراءات الاحترازية الى جانب تكثيف التواجد الامني في محيط الحضائق العامة والمتنزهات